صباح الفل ازايكوا عاملين ايه؟ يارب بتكونوا بخير فيديو النهاردة فيديو عن اخطاء كنت بعملها او حاجات كنت بعملها فاكرها اللي هي صح وتلعت غلط وطبعا كلنا عارفين اللي طبعا اللي يعيش بيتعلم وانا اتعلم زي ما انتم تعلمتم مني كتير انا برضو تعلمتم منكم كتير وفي التعليقات بتاعتكم والله حاجات كتير جدا اتعلمتها منكم فمع بعض في الفيديو ده النهاردة هقول لكم كنا كنت بعمل ايه وبقيت اعمل ايه وايه الصح واللي تعلمتم منكم اول حاجة معايا علبة الخضار بتاع التابر وير علبة الخضار بتاع التابر وير انا كنت الاول وفي كتير من نقوفي وانا برضو واحدة من الناس دي كنت بحط جوة فوطة تحت كده بفرش كلينكس او فوطة او اي حاجة علشان الخضار يمتص الميا والخضار ما يبص اه حد في التعليقات قال لي قال لي يا غدا شيلي الفوط وعمليها من غير فوط تمام حطيها لوحدها كده وبقيت احطها على العلامة اللي هي في النص تمام دي بحط فيها الطماطم عايز اقول لكم انا من ساعة ما عملت كده بجد فعلا الخضار بقى عمره بطول اكتر انا مكت قلت لكم قبل كده اللي هي مش يعني مش قد كده او يعني مش واو يعني وما زلت بقول في حاجات تانية بتعمل نفس الكصة بس انا من ساعة ما عملت كده بقت الخضار احسن وبعد كده بشيل الغطة بنشفه لو لقيت في ميا بنشفه على طول كده تمام وبحطه على الطماطم ولو في يعني في ميا كده من فوق في الطماطم بنشفها وخلاص بس فعلا اي علب خضار كبرور ما تحطيش فيها اي فوطة اي مناديل اي حاجة لا من غيرها احسن هي مخصصة لكده من غيرها احسن بكتير وتعملي برضو العلامة بتاعة الخضار هم هنا عاملين لك بصو عاملين لك كل واحدة تعمليها على ايه اللي في النص تحطي فيها ايه واللي في الجنب ايه واللي على الشمال ايه هما عاملين لك الخطوات بتاعتها هنا والتعليمات بتاعتها هنا دي اول حاجة معنا ثانية حاجة معنا يا بنات المشروم انا المشروم انا ما بجيبه طبعا بحب طازع أكتر بس مش دايما بلاقيه ومش دايما ما بيكون عندي فبساعات بجيبه اللي هو المعلب كنت الاول بحط المشروم في العلبة بتاعته او بحطه في برطمان وبحطه في التلاجة من تحت في باب التلاجة ويوم والتاني على اي باص لا المشروم انت فتحتيه من العلبة خلاص وانس لسه فتحيه اخدتي منه ولو اخدتيه الميا بتاعته نفسها والمشروم نفسه حتفضيه في برطمان زي ما انتو شايفين كده واتحطيه في الفريزر بس ما تخليش البرطمان لفوق زي ما اتفقنا دي احسن حاجة للمشروم هيقعد معاكي زي ما انت عايزاء شهر شهرين تلاتة كل ده في الفريزر وبعد كده تطلعيه ياما تسيحيه في المايكرويف حيفضل معاكي يفتح اهو زي فيه المشروم زي ما هو ياما تسيبيه يفوق لوحده او تيفوقيه في المايكرويف وتستعمليه عادي جدا بس المهم اللي انت تخلي معاه المياه بتاعته وقبل ما تستعمليه تشتفيه جزا مرة عشان المواد الحفظة اللي فيه تروح الحاجة اللي بعد كده معانا النعناع انا النعناع كنت بجيب زي اي حد بجيب الحزمة بتاعت النعناع بحب باشربه بالشاي للمحشل اي حاجة باشرب بالشاي يعني مش باشربه بالشاي المهم يعني كنت بحط برضو في علبة النعناع لا احسن حاجة للنعناع لقيتها اللي انا اول ما اجيبه طوزة اروح اغسله كده غسله من تحت تمام؟ غسله الهي دين اللي من تحت الهو ده تمام اللي هو ده بخسله كويس قوي وبحط في كباية فيها مية وبحط في النعناع النعناع ممكن يقعد معايا ويزرع بقى ويقعد معايا بالاسبوعين ولو عايزين طريقة زراعة النعناع انا بزرعه برضو في البيت حاباقولكو عليها بس النعناع كده شايفين اهو ده بقاله دخل على اربعة ايام بصوا عمل ازاي وبقطف بقطف منه بقى للشاي للمحشل اي حاجة النعناع بيسود النعناع اكتر اكتر خضار بيسود النعناع لو سبتيه يوم هتلاقيه تاني يوم اسود في التلاجة لأ حطيه كده وحطيه برا التلاجة عادي بيزيلك المطبخ وبيخلي راحته حلوة وكمان بيفضل على طول تازر الحاجة اللي بعد كده معايا يا بنات المطحنة المطحنة بتاعة التوابل انا كنت بخسل مطحنة التوابل كل ما اعمل حاجة اغسلها كل ما اعمل حاجة اغسلها ده غلط جدا اولا المطحنة التوابل لونها بيغير وتحسوا اللي هي يعني زي ما انتو شايفين بتعمل كده لون احسن حاجة لمطحنة التوابل العيش اي عيش عندك ناشف او يعني بايت وتروح يحطاه في المطحنة وتحناه خلاص اي ريحة فيها هتمشي مش هيبقى فيها اي ريحة كمان اي طعم اي حاجة وحتحفظي عن المطحنة اللي هي مش كل مرة تغسليها كتر الغسيل للمطحنة مش حلو اللي الموس بيبرد الموس كمان وكمان بيغير لون المطحنة نفسها العيش احسن حاجة مش هيكرف حاجة على حاجة ولا هيبقى فيه مثلا الفلفل على الكمون احسن حاجة العيش تمام وحينضافها معاك على طول الحاجة اللي بعد كده معنا البن البن تمام كيفين البن البن اللي زي القهوة البن انا ساعات بيجيلي كمية كبيرة مثلا اللي هو بن العميد من الكويت او بشتري كمية كبيرة لو انا في مكان كويس مسافرة اي حاجة بجيب البن وبجيبه كمية كبيرة البن ما تسيبهوش ما تحطهوش كله في العلبة او تحطيه في التلاجة من تحت لأ احسن حاجة وتفضل يفضل نجحة البن فيه ويفضل كده كنه طازة لسه لسه مطحون الفريزر تشيلي البن بتاعك في علبة في الفريزر هيفضل معاك وتاخذي منه وتحطي في العلبة بتاعتك تاخذي منه وتحطي في العلبة بتاعتك هيبقى تحفى معاك ولا هتحس اللي هو بقاله فترة ويقعد معاك ايه في الفريزر فترة كبيرة غير كده كمان عايز اقول لكم البن البن احسن حاجة ليه تحفظيه في العلبة المعدن بس مش اي علبة معدن تجيبي علبة معدن كده كويسة دي علبة ايكيا انتو عارفينها العلبة المعدن اللي هي الصيني والكلام ده كله لا بيصدي وما بحبتهاش تجيبي علبة معدن كويسة وتحطيه فيها لو ما لقتيش تحطيه في برطمان إزاز بلاش بلاستيك خالص مع البن وزي ما اتفقنا في الفريزر تحفظيه في الفريزر وما تخفيش قبل كده تسألت قلتولي البهارات أو الحاجات دي لسه برضو هكلمكو عن الموضوع البهارات الحاجات الفاودر يعني في الفريزر بتبقى فيها مية لا ما تلاقيش خالص حطيها في برطمان كويس مغلف يعني تقفليه ولا عمره حيدخله مية ولا عمره حيجراله أي حاجة البهارات بصوا بقى يا بنات البهارات عايزة حرص شوية في التعامل ليه؟ أول حاجة ما تجيبيش بهارات كتير جبتي بهارات هتيح على قد أسبوعين ثلاثة شهر أكتر من كده ما تجيبيش لأن البهارات طعمها بيتغير على طول وبترطب على طول وبتسوس على طول تمام؟ طيب جبتي كمية رحتي مش قلتي مش كل يوم حفظة الأنزل ستة كبيرة مش عارفة تنزلي فبيجيبي حاجتك بالطاعة فترة البهارات تاخذي منها تحطي برطمان صغير وبعد كده تحطي الباقي في الفريزر زي ما قلت لكم قبل كده البهارات تتحطي في الفريزر مش في التلاجة من تحت عشان برضو زي البون طعمها يفضل فيها والنكهة بتاعتها تبقى تفضل حلوة كأنها طازة تمام؟ وأنا بفضل أنت بتجيب البهارات وتتحنيها يعني صحيحة كده وأنا بعمل كده الكمون في الأسود والكسبرة الحاجات اللي هي كمان يعني كزا حاجة بجيبها بحطها زي ما هي كده وبطحنها في الفريزر وباخد منها وبطحنها تمام؟ الكبابة الصيني كمان بطحنها بتبقى طحفة طيب حسيتي كده إن البهارات بتاعتك ابتدت ترطب وفيها ايه يعني ابتدت تكتل كده تمام؟ في طاعة على الهي في طاعة صغيرة كده وتحطيها على البوتاجاز توطي عليها جدا وبمعلقة تقلبي ما تسيبهاش عشان ما تتحرقش تقلبي هتحس اللي هي أي رطوبة فيها تفضلي تقلبي شوية شوية كده وعلى نار هادية الرطوبة هتطلع منها خالص وحتحس كأنها طازة أولا راحتها يعني هترجع لها تاني النكهة بتاعتها هتبقى قوية جدا تاني الرطوبة بتاعتها راحت أخرتي بقى اللي هي تسوس خلاص لأن أول حاجة بتبدأ البرهات فيها اللي هي بترتب وتلزق في بعضها وبعد كده خلاص بتسوس بيجي لها بقى سوس من الرطوبة دي فبتسوس فأنت كده حفزتي عليها ورجعت لها راحتها تاني وحفزتي عليها اللي هي تسوس وزي ما قلتلك هتشيلها في الفريزة حاجة تانية عندك مثلا توم باودر بصل باودر ده بيرتب على طول غير الحركة دي تحطي معاهم شوية رز الرز برضو بيمنع الترطيب بتاع البهارات الحاجة اللي بعد كده معايا يا بنات هي التوم استقلت كتير التوم انت بتعملي ايه بتخزيني ازاي ألا ما بخزنش التوم أنا كنت زمان أول ما تجوزت كنت بخزن التوم كانت ممطي الله يرحمها بتعمله وتدهولي تمام أنا بحب بجيب التوم التوم دلوقتي قوانه بشيله اللي هو الأحمر ده بنقل اللي هو الكبير وبشيله بجيب كم كيلو وبشيلهم عندي تمام أختي بتحطولي عندها في البلكونة وافضل تجيبلي شوية شوية كويس وبستعمله طول السنة يا إما بجيب اللي هو التوم ده طيب أنا كنت الأول لما بحفظ التوم بحفظه ازاي للي دلوقتي قواني التوم واللي عايزة تحفظي في الفريزر أول حاجة التوم في أكياس أو في علا بلاستيك حيملالك الفريزر تفتحي باب الفريزر لكنك فتحتي شوية التوم بيبقى صعب جدا 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 التوم عشان تحفظي كويس في برطمانات إزاز برطمانات الإزاز دي يا بنات تحفظي فيها التوم وتقفلي كويس وتخسلي البرطمان بعد ما تحطي فيه التوم من بره حيبقى معاكي طول السنة ما فيش أي ريحة في الفريزر ولا أي حاجة تمام غير كده الأكياس وتغلي في الأكياس كويس وتربطيها أو كيس جوا كيس جوا كيس أو برطمان بلاستيك حيملالك الفريزر توم خلي بالك من النقطة دي عشان أنت دلوقتي هتفرزي التوم فخلي بالك من النقطة دي الصلصة ده أوان الطماطم برضو رخيصة وحلوة جدا وكان فيه كلام كتير جدا على موضوع الصلصة تمام الصلصة الجاهزة أو الصلصة اللي أنت بتعمليها أنا بعمل إيه يا بنات أنا قلت لكم قبل كده بس برضو كنتوا خايفين تعملوا نفس الحركة دي الصلصة يا بنات أنا بشيلها في ما تشليهاش في التلاجة من تحت التلاجة من تحت هتشليها هتقلبيها كده أنا جربت الموضوع ده هتقلبي الصلصة كده وهي مش متلجة عادية وتحطيها في باب التلاجة من تحت تمام يا إما هتحطي عليها زيت طيب بس لما بتحطي عليها زيت شايفين أنا عايز أقول لكم حاجة أي حرف من كده بصوا أي حتة الصلصة بتبقى موجودة تغيرة كده مكان ما أنت بتخدم المعلقة بتصوف فطبعا بتصوف فبتبوص بقية الصلصة فأحسن حاجة أحسن حاجة اللي أنت تعملي الصلصة تحفز الصلصة تحطيها في الفريزر يا جماعة أنا بحطها في الفريزر بقالي بتاع عشرين سنة وباخد بالمعلقة ما بتبقاش متجمدة قوي أو ممكن أحطها في المايكرويف بس مش بتبقى متجمدة قوي بشيلها فيها البرتمان مش بيفرقع ولا بيعمل أي حاجة كمان التماطم اللي أنا بعملها بسبكها بشيلها في البرتمان الإزاية وبحطها في الفريزر بس قلتلك قبل كده من يوم مرة أو ممكن في أكياس زي ما أنت عارف زي ما أنت عايزة لازم تخلي التماطم الغايد هنا عشان بتتمدد التلج لما بيبقى فيها بتكتر وده بيكسر طبعا ما ده بيبقى مقفول كويس فبيروح مطرش بس مياه منش أي حاجة ما بيفرقعش ما بقاش في حاجة خطر بس زي ما قلتلك البرتمانات البلاستيك دي ما فيش مكان في الأكياس للتماطم اللي أنت بتفرزيها ملح اللمون أنا كنت فاكرة زي زينات كتير ملح اللمون ده لما تحطي منه كتير وكده حينضف الحاجة ويخليها حلوة أولا هو ما يتحطش منه كتير في الأكل أهو مادة حفظة بس شعرة في الأكل لما تيجي تعملي الفول بتاخذي حاجات بسيطة جدا بعمل كده مربى أي حاجة هو مواد حفظة تمام؟ وبيفتح كمان الحاجة ملح اللمون خلي بالك منه كويس قوي ملح اللمون مع الاستمرارية وكتره النحاس اللي هو بتاع عيون البتجاز بتتخرم حصل معي كتير جدا الجديد كمان وعملتلكم فيديو بيه اللي هو مع المعدن حاجات المعدن أو التفقال أو الجرانيت الحاجات اللي هي الحلل يعني وكمان بينقر في اللستلس كتره بيعمل خرم كده خروم كده في اللستلس وبعدين كمان بيصدي بيصدي الحلل فخلي بالك انت لما بتعامني مع ملح اللمون عشان فيه خلطات كتير بيشوفها بيعملوها بملح اللمون الليلي من الملح اللمون على قد ما تقدري في كل حاجة لانه بجد مع الاواني والحاجات دي وحش وكمان مع الصحة برضه مضر بالصحة لو زودت منه كتير البطاطس انا كان فيه اوقات بيبقى فيه بطاطس اللي هي بتاعة التحمير موجودة وبعد كده هتخلص وبيجي بطاطس اللي هي بتاعة مش تحمير تمام؟ فانتي عايزة تحفظي بتجيبك بطاطس كتير قوي وتحفظيها عندك في برا يعني في المطبخ فبتزرع وبتخضر وكده وبتبوز انا كنت فاكرة برضه زي كتير برضه من الناس اللي هي ما ينفعش تتحط في التلاجة لا البطاطس حطيها في التلاجة جبتي كمية وعندك ما كان في التلاجة حطيها في التلاجة مش هيجرى لها اي حاجة وهتحفظي عليها مدة اطول وحتيجي تحمري منها مش هتتتحمر وحتبقى جميلة جدا مفهاش اي حاجة فالمعلومة دي لو انتي متعرفهاش اعمليها وجربيها بجد هتنفعك جدا لو انتي مثلا رمضان جاي علينا وعايزة مش بتنزلي كتير عايزة تحطي كمية بطاطس عندك حطيها في التلاجة متحطهاش برا في المطبخ العلب البلاستيك اللي الفاضية تمام انتي بتحطي حاجات في العلب البلاستيك واكل بيبقى ريحته توم او بصل او ريحة اي حاجة فيها بتعود تخسلي فيها كتير اه دي حاجة بممكن تخسلي فيها وتنقعي فيها حت يعني حتروح معاك الريحة بعد كده بس هتاخد منك مجهود انتي تعملي ايه لو عندك علبة فيها ريحة انا كنت زيكو برضو بعض اخسل كده وانقع حطيها في التلاجة يعني انتي خسلت النهاردة عاية بكده فيها بصل او فيها توم بالزاد افتحيها وحطيها في التلاجة لمدة ربع ساعة نص ساعة هتلاقيها مش هتلاقي فيها اي ريحة دي وصفة متجربة وطول عمري كتا اختي قلتلي عليها وطول عمري ماشي بيها بس كده هتخلي العيلة بتاعتك ولا في اي ريحة فيها اخر حاجة معايا يا بنات هي الرز البكوليات اي حاجة كده بتحفظيه ازاي انا اوقات كتير مثلا رز البسمتي ده بلاقي عليه عرض انا بحب اوي كمان الطهية لو عليه عرض بجيب منه كذا واحد لانه بحبه تمام ااااااااا وما عنديش مكان في التلاجة لانه تشايفين البرتمان عامل ازاي وقات بجيب البرتمان كمان اللي هو اتنين كيلو فبياخد مكان مني كبير اوي في التلاجة فبعمل ايه كنت قلتلكو قبل كده بس بعدها الكو تاني ااااااااااااا في حاجة تانية برضو عايز اقولكو عليها. اول حاجة بحط فيه بفتح البرتمان وبحط فيه ورق اللورة. ورق اللورة بيحفظ البقليات واي حاجة وقلتلكو كمان حتى الدواليب وتحت المراتب والكلام ده كله. او بعمل ايه كمان? او بحط فيه الفلفل اللي هو الحصى الصحيح ده. الفلفل ده يا بنات بيحافظ على كل حاجة. حتى انسي ساعات كمان كان وزمان يقولونا السجاد لما تجي تلف السجاد بتاعك. وحاتشي ليه مدة كبيرة. وانا عاملة كده برضو. بحط الفلفل ده. الفلفل ده تحي رشها جوا السجادة ولفها كده. لفة السجادة رول وشايلها. بيحافظ عليها ملعبتة. فحطي فلفل اسود. حطي ورق آآ لورة. حطي برضو ممكن ملح. الكلام ده كله. بس الملح بي. لما بتجي بتاخذي منه بقى بيتعمل معاك. بيروح معاكي في المية. فبصراحة كم حاجة كده كم واحدة فلفل اسود عشان ما يبقاش كتير وحيروح معاكي برضو لما تيجي تغسليه. او كم واحدة ورق. لورة تشليهم كده وانتي بتاخدي من الرز وتحطيهم تاني. يارب تكونوا النهاردة تستفدتم الفيديو. وما تنسوش اللايك لو انتو استفدتم. وكمان عايزة تعليقاتكم. لو انتو بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات. قلولي برضو عندي لسه حاجات كتير وغلطات كتير واللي بيعيش. ياما بيغلط وياما بيجرب. فما ما تنسيش اللايك واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم. باي باي.